اهلا وسهلا بكم في اولى حلقات حنان بودكاست قلت لكم يعني ايه كلمة بودكاست قبل كده يعني حلقات صوتية فقط وحتكلم فيكم حتكلم معاكم في الحلقات دي عن موضوعات مختلفة زي ما عودتكم في الفيديوهات بتاعتي قبل كده ان احنا بنتناول كل حاجة في حياتنا والنهاردة عاوزة اتكلم معاكم في موضوع يمكن يكون جديد على البعض ومش جديد على البعض الآخر وهو ازاي ان احنا احيانا بنكون اكبر عائقة في حياتنا تبص تلاقي مثلا فيه ناس يقولك انا بعاني من قزمة منتصف العمر يعني مثلا هو في الاربعين او هي في الاربعين وتبتدي حياتهم تتأزم او شخص تاني يقولك انا مش لاقي نفسي انا بدور على نفسي مش لاقيني الكلام اللي هو احيانا احيانا بنحوله النكت لكن تعالوا بقى نشوف نمازج اخرى من الاشخاص اللي ممكن تكون انا وانت وانتي الناس اللي هي حياتها حياتها كويسة حياتها فيها نوع من الاستقرار شخص محبوب متزوج او متزوجة عنده اطفال عندها اطفال عنده مهنة محترمة بتشتغل وظيفة محترمة او ما بتشتغلش بس سعيدة بحياتها في البيت او مش شرط الجواز ممكن يكون شخص حقق اهداف كبيرة في حياته زي مثلا اتخرج من الجامعة كويس اشتغل في وظيفة كويسة بيجهز عشان يخطب ويتجوز والكلام ده هو سافر راح جه ان الحياة فيها نوع من الاستقرار نوع من تحقيق الذات ومع ذلك هتلاقي برضو ان هؤلاء الاشخاص اللي حياتهم ممكن تصنف على انها مثالية برضو عندهم نوع من الخنقة وتبص تلاقي ان يعني انا حذكر دلوقتي بقى كلمة بتخوف ناس كتير الروتين الحياة الروتينية شيء والروتين شيء اخر الحياة الروتينية اللي هي مفهشة جديد لكن الروتين انا شخصيا عندي روتين الصبح بعمله عشان اتهيق لليوم روتين بالليل بعمله عشان اجهز لليوم اللي جاي فالروتين مش وحش لكن الحياة الروتينية هي اللي بتخنق اضف الى ذلك بقى بعض الافكار اللي بتبقى جوانا زي ايه زي مثلا ان قيمتنا الحقيقية في الوظيفة اللي بنشتغل فيها او الناس بتحبنا عشان بنديهم وتلاقي الاسوات دي بقى موجودة في دماغنا بقى او الاسوات دي هي اللي بتخلينا ما نتطلعش لشيء اخر واكتفي بكده باللي موجود لان اللي موجود ده هو اللي عامل لي قيمة فالنهار ده عايزين نتكلم كده عن كذا حاجة عن الضعف مثلا عن ازاي ان احنا ممكن نعيش اكتر من حياة مدموجين في حياة واحدة وكمان ازاي ان احنا لازم نتعلم اكتر من لغة تعالوا نتكلم فيهم واحدة واحدة احيانا بنكون احنا اكبر عائق في حياتنا لما بنربط قيمتنا الشخصية بالادوار اللي بنلعبها يعني انا قيمتي عالية علشان انا ام وبساعد ولادي وبغدم ولادي لما يبتدي ولادي يكبره ويبعده اوبس يحصل خلل يحصل خلخلة في الارض اللي تحت مني اقول انا امتي هتبقى ايه لما ما لقيش حد صحي الصبح انا امتي هجيبها منين ودي كلها حاجات بتقود تقديرنا لذاتنا لما نربط تقديرنا لذاتنا وقيمتنا الشخصية بعوامل خارجية او انا في الوظيفة فتلاقي لما الشخص يطلع على المعاش اوبس عالمه يختل او انا امتي الحقيقية ان انا معايا فلوس طول ما نبدي الناس اللي حوالي هم بيحبوني وعملين لي ايمة لو راحت الفلوس دي مني محدش هيعبرني فيبقى تركيزي كله على الفلوس من غير مبني ايمة حقيقية لنفسي فلو راحت العوامل الخارجية دي يفضل الاسنس يفضل القيمة المركزة لنفسي فتخيل كده انه يعني وده يمكن موقف حصل اكتر من مرة ان انا ابقى في نتوركينج ايفنت في تجمع من التجمعات اللي بتتعامل للناس اللي هي بتشتغل او للناس اللي عندها شركات عشان يتعرفوا على بعض فطبعا لازم نسأل بعض انت بتشتغل ايه فأو انا سيلز مانجر في شركة مش عارف ايه او انا مدير كذا 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 او انا كذا 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 او انا عندي شركة استشارات او انا كذا او انا كذا ده التعريف الاولاني لي والشخص اللي بيتلقى هذه المعلومة يبتدي يحط صورة عننا هذا الشخص بيشتغل في شركة كذا يبقى دخله مفروض يبقى كذا وتلاقي الناس تبتدي تبقى مبهورة واو انت سيلز مانجر في شركة كذا 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 واو فاحنا من جونا نحس اه ايه ده انا لي ايه تاني نفس الغلطة ان احنا بنساوي قيمتنا الشخصية او بنربط قيمتنا الشخصية بعامل خارجي لان دايما العوامل الخارجية غير ثابتة لو انا امتي واخدها من وظيفة الوظيفة هتروح فيبتدي تقدرنا لذاتنا يتزعزع لما الوظيفة تروح وده بقى يدخلني في النقطة التانية الضعف امام التغيير لان احنا بنبقى مش عايزين ناخد اي تغييرات جزرية في حياتنا علشان التغيير ده هياخد وظيفتي ابني لو خطب او واحدة تانية هتاخده مني جزي لو نجح هيبص للستات اللي برا مراتي لو خدت الماجستير هتتنطط علي او انا مسلا تعبت عايز اعود في البيت لا ايه ده طب والدخل اللي عندي هعمل فيه ايه فتبقى من جوانا نفسنا نحدث تغيير معين لكن حسين بالضعف لاننا هنفقد المثمة الوظيفة اللي عامل لنا ايمة في حياتنا وحياخد مننا عوامل الفخر انا عندي مسيرة مهنية نجحة انا مدير الادارة القانونية في بنك كذا 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 وبعد ما هذا الشخص يطلع على المعاش يبقى ناسيا منسيا حدش يعرف عنه حاجة كتير جدا لما كنت اقابل اشخاص كانوا في منصب معين او حياتهم النص الاولاني بشكل وفجأة يعني خدوا القرار الجريء انهم يغيروا هذه الحياة يستقيل من وظيفته ويفتح الشغل الخاص دي او يقفل الشغل البيزنس اللي هو كان بيعمله ويروح وظيفة او كانت بتشتغل وتقعد في البيت او كانت قاعدة في البيت وتطلع تشتغل او واحد يغير مهنته كان بيشتغل في مهنة معينة وفجأة يروح مغيرها المهنة تانية الناس دي كانت بتستهويني اني اعرف ايه ده ووصلت القناعة ان لما الشخص يتغلب على الضعف اللي بيحس بيه قدام التغيير بيفتح افاق جديدة بيطلع من العالم المزنوق المكربس لعالم اكثر رحابة حتى لو هيخسر ماديا في الاول فبردو مهمة اوي ان احنا نكون صادقين مع انفسنا ونتعامل برضو اهم حاجة برضو ان احنا نتعامل مع نقاط الضعف اللي بنحس بيها على انها احيانا بتكون ميزة تنافسية وده يخلينا ان احنا لازم نفكر ازاي يحول الضعف بتاعي ده لنقطة قوة وده بيحصل بحاجتيني اتغلب على نقطة الضعف دي بان انا زود مهارتي او ان انا ازود ثقتي في نفسي او كذا او كذا او ان انا ادور على مجال اخر تبقى نقطة الضعف دي قوة من غير ما حاول ان انا اخفيها من غير ما حس انها عقدة نقص جوايا لا 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 بالعكس بلاش نسيب نفسنا لعقد النقص لان الناس بتعرف وبتفهم وبنبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي 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 مع الفشل وهنا برضو تاني احيانا بنكون احنا اكبر عائق في حياتنا ليه؟ لما خاف من الفشل واخاف ان انا ادخل في تجربة ما وافشل اه عمري ما حتطور عمري ما حاخد خطوة لقدام كل مرة اجي ااخد خطوة لقدام اقف محلك سر ليه؟ اصلا انا خايف من الفشل وبردو بنبقى احنا اكبر عائق في حياتنا فاكرين واحنا صغيرين كان فيه عندنا رئيس الفصل طول حياتي كنت نائب رئيس الفصل لاني كنت دايما اخاف اني اترشح او ارشح نفسي للمنصب الاكبر فافشل مخدوش فكنت اترشح لنائب رئيس الفصل وكنت باخده فكنت دايما نمبر تو دايما رقم اتنين لغاية مفسانة من السنين كان فيه مدرسة رائعة بحبها جدا وقالتلي الله طب ما تترشحي لرئيس الفصل ولو ما خدتيش رئيس الفصل وخدتي اصوات كتيرة ممكن تبقي نائب رئيس الفصل فانا قلتلها لا المهم شجعتني وقالتلي حولي يعني ايه المشكلة هتخساري ايه وفعلا اترشحت لرئيس الفصل وخدتها ايه يعني لو كنت فشلت هل هي اخر الدنيا لا هو ده اخر المطاف لا عادي ايه المشكلة ايه المشكلة اني احاول وافشل وحاول تاني ققع واقوم حتى لو اتكسرت رجلي ما هجبسها اه هتعذب شوية هتعذب من الخسارة هتعذب من الجرح هتعذب من طعم الفشل اللي هو وحش وزي ما قلتلكم قبل كده ان احنا اه ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بعقلية نمو لكن لما نكبت هذا النمو في انفسنا او في الاخرين اللي حوالينا ساعتها بنبقى احنا اكبر عائق في حياتنا علشان بنتجنب اه الاشياء او الحاجات او المواقف او الافعال او الخطوات اللي ممكن نتخيل ان احنا هنفشل فيها او مش هعرف اه انا عايز اتكلم بس مش هعرف اتكلم ازاي احيانا كمان زي ما بنخاف من الفشل بنخاف من الالم الالم اللي اللي انا لازم اعانيه عشان اتعلم شيء الالم اللي جاي من الجهد اللي هبزله عشان اوصل لحاجة معين والالم علشان ما حزنش علشان ما تجرحش فيه ناس بتبعتلي تقول لي انا خايف احب احسن اتجرح انا خايف افاتح جوزي في الموضوع ده احسن اه يرفض وانا مش عارفة لو رفض انا هعمل ايه عادي لو رفض اتناقش معاه اتكلم معاه لو رفض اخد هدنة شوية واكلمه بعد شوية اه لو لو اتكلمت مع بنت ورفضتني مش مشكلة اروح على جنب كده وانزوي شوية واداوي نفسي وارجع اتاني للحياة احيانا بنعمل حاجات معينة وننتظر ردود افعال من اللي حوالينا زي مثلا حاجة بتحصل كتير او ان انا قاعد طول النهار اطبخ في اكلة يعني صعبة وجميلة والكلام ده لما حط الأكل على السفرة والولاد وباباهم طبعا يعودوا يأكلوا وبصي راقي رد الفعل مفهوش لي واو ايه ده ايه الأكل الجميل ده ايه الروحة دي في الاول كنت بزعل بقى انا يا مجرمين قاعدة طول الوقت اجهز وحضر واعمل الكلام ده كله وانتو في الآخر مفيش اي ثناء ومفيش تقدير ومفيش ايه ده يا ماما ده ايه الحلاوة دي ولا الكلام ده بعد كده قلت في نفسي ما هم دان بيأكلوها ما هم مبسوطين ما هم لو لقوها وحشة كانوا هيقولوا ايه يا ماما ده طعمها مش حلو مجرد ان انا لمتهم حوالي واكلتهم اكلة انا عارفة انها حلوة دي هي دي جايزتي مش لازم يعودوا يقولولي كل مرة اوه واا بقولها لا لا مش لازم مش لازم كمان نفتكر ان احنا فاهمين الناس اللي حوالينا قوي ونقول احنا اصلنا عارفينه احنا خبزينه وعجنينه لان ده ما بيخلناش نستكشف الناس اللي حوالينا استكشف بابايا واعرف هو بيتكلم في ايه وبيحلم بايه وتموحاته ايه وايه الحاجات اللي عبدا بيها في حياته استكشف مامتي واسمع قصصها استكشف ولادي استكشف جوزي لو وصلت لقناة ان انا عارفة كل حاجة عنهم خلاص حدخل بقى في هذه الحياة الروتينية اللي الناس هي هي والحياة هي هي وكل حاجة هي هي لكن لو فكرت ان اكيد في حاجة في الشخص ده مراتي او جوزي او حبيبي او حبيبتي او اختي او ابني او جارتي اكيد في حاجة لسه انا ما اكتشفتهاش لسه في حاجة ما عملناهاش مع بعض لسه في مكان ما رحناهوش مع بعض لسه في مواضيع ما تكلمناش فيها مع بعض كل الحاجات دي حتخلينا نطلع من الحياة الروتينية لسه في مع زميلي مشاريع وافكار وحاجات لسه في مجالات في شغلي ما استكشفتهاش فتخيلوا كده ان احنا نبقى متفتحين ان احنا نسمع للاخرين يمكن يقولوا حاجة لذيذة ولو ما قالوش حاجة لذيذة مش مهم كفاية انهم عبروا عن وجهة نظرهم كفاية انهم فتحوا قلبهم لنا كفاية اننا قربنا شوية من بعض فدي الافكار اللي جاتلي النهاردة ازاي ان احنا ما نبقاش اكبر عائق في حياتنا ان احنا ما نكونش سبب الحالة حالة انعدام الوزن دي مع ان كل حاجة حوالينا كويسة وكل حاجة في حياتنا مستقرة لكن في من جوه كده صراع حاجة كده قاعدة عمالة وهذا الصراع ممكن يخلي الحياة تفقد معناها وان التحدي ما يكونلوش معنا وان احنا ما نبقاش عارفين نرضى ازاي بحياتنا يا ريت تتابعوني في البودكاست الجاية واكتبولي تحت في التعليقات هل مريتوا بالحالة دية هل حسيتوا في لحظة من اللحظات ان انتم اكبر عائق في حياتكم ويا ترى عملتوا ايه وتغلبتوا على الاحساس دي ازاي اقابلكم الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة